مرحبا إذا أراد أحد الطلاب أن يلتحق بالدراسة في الجامعة فعليه أن يقوم قبل بداية الفصل الدراسي الأول بالتسجيل في الجامعة وفيما يخص كل الفصول الدراسية التالية الأخرى توجب عليه فقط تجديد التسجيل في الجامعة مع تجديد التسجيل في الجامعة فإن الطالب يقوم بإخبار الجامعة رسميا بأنه يرغب بالاستمرار بالدراسة للفصل الدراسي المقبل يمكن القيام بتجديد التسجيل في الجامعة في معظم الأوقات عن طريق الإنترنت ويعد التجديد نافذ المفعول بمجرد دفع رسوم الفصل الدراسي انتباه من يفوته تجديد التسجيل في الجامعة في الوقت المناسب توجب عليه في كثير من الأحيان دفع غرامة والطالب الذي لا يقوم نهائيا بتجديد التسجيل في الجامعة يتم إلغاء تسجيله فيما ولا يحق له مواصلة الدراسة ولكي لا يحدث هذا توجب على الطالب تدوين موعد تسجيل تسجيل في الجامعة بشكل ثابت في جدول المواعيد الخاصة بهم وكما هو الحال دائما هنا ينطبق مبدأ التزود بالمعلومات مسبقا على موقع الجامعة حول كل ما يجب الانتباه إليه فيما يخص تسجيل التسجيل في الجامعة